بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله يا صباح الخير والسعادة والسرور على حضراتكم جميعا يوم سعيد وصباح جديد وربنا يجعل اللي بنقول على عملنا شهيد أولو آمين سيدنا النبي ربنا نزل عليه آية في القرآن من أجمل الآيات ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية دي لها قصة لما جاء ضيف لسيدنا النبي وسيدنا النبي أرسل إلى زوجاته عندكم طعام قالوا ما عندناش حاجة إلا الميا يا رسول الله فسيدنا النبي قال للصحابة من يستضيف هذا الضيف فواحد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله أنصاري أستضيفه فقال لي زوجته عندك طعام قالت له طعام الأولاد قال لها طيب عن ليل الصبيان عن ليل الأولاد حتى يناموا ضع الطعام على القدر أو قد عليه النار حتى ينام الأولاد فنام الأولاد فجاء الضيف فقدموا له الطعام فأكل وشرب وشكر لهم ما فعلوا في اليوم الثاني الصحابة راح لسيدنا النبي فسيدنا النبي قال له إيه إن الله فرح بصنيعكما بضيفكم البارحة وأنزل فيكم قرآن يتلى نزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إكرم الضيف من الإيمان وما لي لا أفرح بالضيف وأبش من نظري إليه وهو يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه ربنا يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتبعون أحسن ما يقولون اللهم أمين يا رب العالمين صباحكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته